ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي ترجمة نانسي قنقر 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 أنتصره في الروح جمعية بتحصل في حاجة على مستوى جمعي بتحصل في العروس فوق العروس في السلطان الهواء فانتصارك الشخصي مش بس بيعمل انتصار ليك بيعمل انتصار في الأجواء العامة فما تستصغرش نفسك يا رب تكون نورت دي نقطة مهمة قوي وطبعاً لو أنا انتصارت لو أنا فوقت حيعمل ايه ما هو ظروف وانا الواحد لا تقول اني ولد لان تأثير حداتك حداتك مش محصور في الجسد وانتصارك مش جسدي محصور حوالين جسدك انتصارك روحي بيضم في الجسد الروحي اللي بيغطي الأرض كلها وجسد الرب في الأرض كلها هو جسد مدعو ان يمتلئ بانتصارات فردية بتتجمع في انتصار جمعي بيصنع نصرة وبهاء في العروس المجيدة في الأرض كلها فما فيش حد فينا غير مؤثر ما فيش حد فينا روحه ونصرة روحه وبر روحه واستنارة روحه هي طايرة في الهواء لوحدها كده عشان كده حضرتك وحضرتك واللي بتفرجه وايان كان السن وايان كان الجندر وايان كان زكرة انتصارك الشخصي هو جمعي في المسيح يسوع حد فيهم حاجة أنا بس بكوش حكي في القصة دي يعني معلش بس بحتاج تفهمها ما تستصغرش انتصارك الشخصي ما تقللش من برك الشخصي ما تقلليش من انك ترفعي ايدك في بيتك ومحدش شايفك رب شايفك وجسد يسوع المسيح بيقوى بكل ايد مرفوعة محدش شايفها وجسد يسوع المسيح بيقوى بكل ترنيمة متقالة من تحت السرير محدش سماحها وجسد يسوع المسيح بيزداد بهاءه ونوره من كل مرة حضرتك وحضرتك وانا بنختار بر يسوع بدل من اختار زلال سودا لان في حاجة جمعية جمعية مش جمعية في نصر ايه؟ جماعية في حاجة جماعية في نصر جماعية بتحصل لان احنا في الروح انا ليه قلت ده؟ علشان اقولك ان المواجهات اللي حنمشي فيها سلسلة كده هي مواجهات زي ما قلتلك لها علاقة برئيس الهواء ورئيس الارض وشغالة في الكرة الارضية كلها وحكيلك ازاي تأثيرها بيأتي على مستوى الفرد بس انتصار الفرد بيعمل نصر جماعية برغم ان المواجهة جماعية في الارض كلها برغم ان المواجهة في الهواء وفي التراب ولان حضرتك من تراب ولان حضرتك بتعيش في هذا الهواء فالمواجهة بتخبط فيك لان المواجهة في الارض كلها حضرتك بتوصلك بس انتصارك فيها لأنه مش على قدك بس لكن على مستوى نصرة جماعية في الروح لأنه في بر جمعي في بهاء جمعي في مسحة جماعية بتحصل انتصارك مؤثر جدا في المواجهة الكبيرة ماشيين معايا؟ أوكي فيليبي اتنين قلت لكم آية كلكو عارفينها كالحكي عن الرب يسوع نفسه أخلى نفسه أخذ سورة عبد صائرا في شبه الناس آية تمانية إذا وجد في الهيئة كإنسان ووضع نفسه أطاع حتى الموت موت الصليب آية تسعة رفعه الله أيضا أعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسوا باسم يسوع كل رجبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض معظم حضراتكم مدركين أن السماء عبارة عن سماوات عبارة عن مستويات في السماويات واختلف الشراح واختلف المفسرين بحسب الديسبنسيشن بتاحهم المستويات الموجودة في السماويات بس مؤكد كل الشراح من الكتاب مؤدس يتعاملوا مع السماوات زي ما هي موجودة في الكتاب مؤدس لأنها جمعة ليس سماوات ليس سماوات ليس سماوات وأنها جمعة في هذه السماوات تبتدي من السماوات التي نرى أنتم موجودين؟ حسنا اسم يسوع له كل السلطان مما في السماء طبعاً بكل مستويات السماء بس أنا بحكي ببساطة ممن هو في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض وبالتالي هذا الاسم سلطانه هو على كل المستويات وبحكي هو مستوى السماء ومستوى الأرض وخلي بقى لك مستوى الأرض حضرتك جزء منه عشان كده لما بنصلي من أجل الأجساد بنصلي باسم يسوع لأن اسم يسوع تنحني كل شيء على الأرض وينحني كل تراب فينحني كل جسد فينحني كل أمر أردي فهو له سلطان على التراب من هو على الأرض؟ ده حضرتنا الأرض دي إحنا أو جزء منها فالسماء هي أجواء الهواء رئيس سلطان الهواء إبليس تكسب اسم يسوع كل اسم كل قوة في الهواء وفي الأرض وتحت الأرض مش حكي شوية معك في تحت الأرض لأن وشكم المخدود مش عايز أشوف أوحش منه دلوقتي حنحكي فيه بعدين أول جانب في السلسلة حنحكي فيها دي استخدامك لسلطان اسم يسوع المنطوق في سماوياتك وفي أرضك ومعليش بحسب الآية وتحت أرضك على كل الملتي دايمينشنز على كل اليونيفورسز لأن كل دي مستويات مستوى السماء مستوى الأرض مستوى تحت الأرض هو بيحكي عن ما هو تحت الأرض ده العالم الذي تحت الأرض اسم يسوع له هذه السيادة في السماء وفي الأرض وتحت الأرض هذا السلطان هو للاستخدام لأن حضرتك مخلوق من أجل استخدام هذا السلطان في كل المستويات من اليوم الأول السلطان الرب في حياتك على كل المستويات ما هو فكرة لو تحب تتذكرها في وعظها أو تسمعها أو تأمل السلطان أو السيادة أو أنك تأخذ مكان السيادة على كل ما يحدث في الهواء وفي الأرض وما تحت الأرض هو إحد أسباب وجودك في الأرض في الأرض حضرتك موجود في الأرض ليس لكي تتفعص حضرتك موجود في الأرض لكي تأخذ سيادة في الهواء وفي الأرض وتحت الأرض احتياطي حاولها مرتين لكي تكون واضح حضرتك وحضرتك موجود في الأرض موضوع روحي حضرتك وحضرتك موجود في الأرض ليس لكي تتفعص ليس تست ليس امتحان ولو عملت كويس تترقى وتروح السماء وعشان أنت نحن مؤمنين ومش عارف إيه وحلوين كده وبنسقف ونقول نعمة 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 فعمل نعمة 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 فبقينا حلوين حنروح السماء بس إحنا عاديين في الأرض كده شوية عشان نحضر اجتماعات أو علشان نحضر اجتماعات ونخرج نتفعص برضو ونيجي نتصدق بس إنه هو فينا بس كده وهو حييجي وفي بعد حان بيعمل معجزات حالك موجود في الأرض سبب وجودك في الأرض مش إنك تتفعص حالك موجود في الأرض عشان تعلن هذه السيادة على كل العوالم المستويات من الهواء من الأرض ومن تحت الأرض سفر التكوين تكوين واحد سألتني قالتني فين في كتاب وحد تكوين واحد قال الله نعم إنسان تكوين واحد واحد و26 قال الله نعم الإنسان على سرطنا كشبهنا فتسلطون على سمك البحر خلي بالك ده بيتكلم عن حاجة أعماق مش شرط حرفيا يتسلطون على السمك يعني يتسلطون على السمك يعني البلط يعني يتسلطون على سمك البحر ده مما تحت الأرض على طير السماء ده على الهواء وعلى البهائم وعلى كل الأرض فكين غلطي أتنين في السماء طير السماء وعلى الأرض البهائم وما تحت الأرض ده قبل السقوط مؤكد وفي السقوط آدم فقد السلطان عشان كده يسوع المسيح أخذ جسدا وصلب عنه عشان يصنع فداء في سورة العبد أخذ هذا الجسد عشان يصنع فداء عشان يرجع لآدم السورة الأصلية للسلطان لأن ده السورة اللي بسببها خلق آدم على الأرض نعمل الإنسان فيتسلطون مش نعمل الإنسان فيتفعصون أو فيتضغطون أو فيحاولوا يبقوا كويسين أو يحاولوا يبقوا نعمل الإنسان فيتسلط ليه أنا حك عن مواجهات مثلا لازم أبتدي معك بأنك تفهم في المسيح يسوع في حاجة سلطان أعطي إسما فوق كل إسم فتنحني كل رجبة في الهواء وفي الأرض وتحت الأرض لهذا الإسم حضرتك موجودة عشان تعلني هذا الإسم وإيدك تبقى مرفوعة تقولي أنا الوحدي وفي البيت ومش متشجعة ولسه بغسلتش ويشي موضوع ما لوجه دعوة غني غسلت ويشي لسه لا ما لوجه دعوة إن أنا في البيت ولا في الغيط ولا في الاجتماع ما لوجه دعوة بأي حاجة جسدية الموضوع لي دعوة بسكنة اسمها يسوع المسيح أقول أنا لا أقول أنا أعلم أن أقول 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 بسكنة اسم يسوع تجيب نتيجة بسكنة اسم يسوع تجيب نتيجة أكون أنا كنت خايف بس أقولت باسم يسوع لما رب أعطانا هذه صراحية قال أعطيكم اسمي هو أعطانا نفسه هو أعطاك إدراك إن المسيحي بقى فيك فلما المسيحي بقى فيك وتقول باسم يسوع أنت بتتكلم بالنيابة عن الساكن فيك هذا الإدراك مهم جدا اسم يسوع ليس تعويزه اسم يسوع علاقة وسكنة وهوية سكنة فيك هذا التجسد وبالتالي لأنه هوية حضرتك بتصحى قبل أن تخسل وشك ما زال اسمك هو اسمك فمش بحتاج تخسل وشك عشان تتذكر اسمك مش بحتاج تخسل وشك عشان تدرك إن فيه قوة في هذا الاسم إدراك القوة الخارجة من كل آية أو من اسم يسوع المنطوق في فمك وإدراك إنه هو ساكن فيك هي مش تعويزة فهمتوا قصدي فهذا السلطان اللي سلموا ليك يسوع له هذا الاسم تنحني أمام هذا الاسم كل رجبة ما في السماء ومع الأرض وتحت الأرض بس هذا الاسم أعطي ليك علشان الإنسان من أول لحظة خلق على صورة الله يعني الله فيه علشان يتسلط في السماء والأرض وتحت الأرض كل مرة لا نستخدم سلطاننا بلاش أعيد سياغة الجملة دي فبعض أحيان فيه رياح هبت على بيتك أو على حياتك أو على صحتك كان ممكن توقفها بسلطان قبل ما تحسن استردادك للسلطان في المواقف التي تمر بها يمكنها أن يرد لأنه أول ما تدرك السلطان المعطى في الهواء وفي الأرض وتحت الأرض أنا أكرر لكن أنا حريص أن المواجهة تبقى واضحة لأن إحدى الحاجات التي يرميها عدو الخير في المواجهة أنا بادي بداية كل ما قلت ده بسيط جدا بالمقارنة باللي جاي المواجهة اللي بيرميها إبليس أو إحد اللي أنا حكي عليها النهاردة لأن كل أسبوع حكي عن مواجهة معينة والمواجهات دي مواجهات عامة بس انتصارك فيها بيعمل انتصار جمعي في الكنيسة وعلى الأرض كلها إحدى المواجهات اللي إبليس بيرميها هو استسلام أو إحساس بالعجز لأنه في حتمية يعني هستعمل كلمة حتمية شوية فكرين عارفين يعني إيه كلمة حاجة حتمية يعني هتحصل هتحصل يعني لازم لازم حتما بلغة عربية فصحة إن في حتمية في حاجة لازم حتحصل لشان خطر بس إن في في قدرية إنه ده هيحصل فحكما هيحصل والعدو جيد بهذا الروح أو بهذا المرمي في الأجواء وده اللي علاقة بالهواء طبعا ما تحت الأرض بيؤيدوا مش حكي عن ما تحت الأرض قوي النهاردة ما تحت الأرض بيؤيدوا فالتنين بيقوموا مشغلين في التراب والتراب لأن جزء مننا من التراب فنحس نحن تؤال ومستسلمين والأحداث حتما ستحصل حتما هو الاقتصاد بتاع العالم حتما في حتمية ستحصل في 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 رس حتمية الفيروس علينا حق ودي مش آية ففي حتمية في حتمية في حتى العكس فالعالم يقول لك بوس هو هو العلاج كذا فحتما لازم كل العالم يعمل كذا ومن هنا يحصل حاجة اسمها كونترول ومن هنا يحصل حاجة اسمها قدرية إن العالم كله يبقى في بوكس واحد في حركة واحدة تحت سيادة واحدة تحت سيستم واحد تحت تحت بابل وعايزين نبني هذا البرج اللي في نفهم ونطلع ونعمل نفسينا اسم لأنه في حتمية إن كلنا نبني في نفس البرج وخلي بالك أنا مش بحكي عن مواجهة المواجهة دي مواجهة في الكون بس هي وصل حضرتك إنه هو أنا عايش في القدرية أو في الحتمية إنه في حاجة فتؤدي لحاجة في حاجة بتؤدي لحاجة فرجلية تتزحلة أقول لك نحن بتأثر فيها كيف عمرك لم تذهب اليوم ونحن تفكر قوي أوتوماتيك ما تتزحلة حسن 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 لحاجة ونحن تزحلة كل مرة تفكر نفس ما تفكر يوم الأربعة بالليل بعد الاجتماع عمرك لحاجة لحاجة بالله الجسد بتحرك فيها لأن حاجة اسمها كوزالتي أو قدرية أنا الساعة عشر باكل طب أنت مش جعان آه بس الساعة عشر أنا باكل يمكن حاجة ما بتفكر ش فيها بهذه الطريقة بس أنت عمرك عمرك دايما بتاكل قدام التلفزيون أو قدام النت أو بتقرأ حاجة في التليفون حبيبي كلهم ملايكة أنا وأخويا بس جرب بقى تاكل وانت بش قدام منت لأكل ملوش طعم أو جرب تاكل بره اللي أنت بتعود عليه في حاجة مش مزبوطة لأن كعيشت في هذا السيستم اللي بيضعك في هذا السيستم اللي في حتمية لازم أكون باعمل كده وانا باعمل كده وانا باعمل كده لأن حاجة دي متربطة بعض جوايا إيه سببها هي طلعت كده انت ليه عصبة سنة خرجت من بيت عصبة في سبب بيطلع نتيجة في إشارة بيطلع رد فعل وانا طول الوقت عايش في النتيجة أو رد الفعل اللي بقى شكل شخصيتي شكل برنامج اليومي واتاري اللي شكل برنامج اليومي ده مش سلطاني لكن سيستم وهذا السيستم طلع حاجات حتمية فانا حتما اطلع كده حتما افكر ما افكر شو انها حتمية وفي سبب خلي نعمل كده وبقيت كل يوم بعمل كده فبقيت هو ده التعود بتاعي ده العادي بتاعي بصوا ده بيوصل حاجة اسمها القدرية ده حاجة دي حتما تحصل لازم تحصل فنتجتها كده فانت استسلم للسيستم سيستم ماشي كده في المقابل اللي أنا حكيته ده في حاجة تاني اسمها تكنولوجيا غريبة جدا اسمها هياكل الله مدركة إدراك مختلف لأنه هذا الإنسان اللي اتخلق هنا هو ملوش علاقة ولا خليقة أخرى اتخلقت قبل اليوم السادس هذا الإنسان اللي اتخلق في اليوم السادس عنده إمكانية داخلية اسمها وعي أو إدراك هذا الإدراك يأتي ما بين كل سبب وكل نتيجة فأنا ظروفي كده فأنا نتيجة بقيت بعمل كده بس الإنسان في النص عنده حتة في النص اسمها الإدراك برغم أنه الظروف كده أنا مش لازم أعمل كده العمل ده مش حتمي مش لازم لأني عندي حتة في النص اسمها إدراك وفي الإدراك ده عندي الصلاحية وعندي المسئولية وعندي الإمكانية إني أختار اختيارات وإختيارات غير الحتمية اللي تحصل بسبب أني في سبب الجملة مجعلزة أبسطها أخويا صادق هو الوحيد الصادق قال لي أمجعلزة أبسطها في سبب ففي رد فعل الإنسان كله مؤمن أو مش مؤمن بس طبعا المؤمن غير المؤمن لا يأخذ بالله مؤمن أو مش مؤمن مش مدعو أن يعيش في رد فعل ففي السبب يؤدي إلى رد فعل سبب يؤدي رد فعل إشارة يؤدي إلى رد فعل فكل سبب يؤدي إلى رد فعل الإنسان سبب يؤدي تسمى الوعي وقامي مختلفة يؤدي في الاخر الى مواجهة مع رئيس الهواء ورئيس الارض وما هو تحت الارض والمواجهة اللي جاية صدقني يعني انا انا مبسطها النهاردة وبتكلم بطريقة روحية هي مواجهة لها حاجات كتيرة قوي موضوع كورونا ده موضوع بسيط لما في يوم قلت موضوع كورونا موضوع بسيط جم قالوا لي ما حصلش حاجة بعد كورونا انتو شغنين بالكم اللي حاصل ما بعد كورونا والموضوع اللي حاصل بعد كورونا مش مش حرب هنا ولا اقتصاد القصة القصة اللي في حاجة في الهواء وفي حاجة في الارض في لطشة حصلة لمواجهة كونية في الكرة الارضية لمن هو السيد وما فيش حد في الارض يعلن سيادة لان الانسان موجود على الارض علشان يعلن سيادة مش عشان يتفعص من الاسبوع اللي فات هنا في الاربع وفي السبت عمال بقول جملة يئم مملوك عينيهم شايفة فبياخدوا سلطان وميراث يئم عبيد مدروخين في وسط الجموع فبتحملهم كل ريح يئم مواجهات انا بتبلع فيها وانا مش فاهم انا بعمل وانا عندي خطيئة وانا حسنا حبيبي في نفضة تنفط خطيئتك ونفسيتك وظروفك واحمالك وعلاقاتك وكل حاجة لما بتقف في المكان السبب اللي هو دعاك لي لانه انت مش مدعو انك تعيش في حتمية اصلا قاعد فاضي وظروفي مش عارف ايه فدماغي بتسرح طب ما دي ده سبب يؤدي الى رد فعل ورد فعل ده يقوم موصلك ليه حتمية لازم حقع بسرح كتير لازم حقع ربنا حاطتني في ظروف تؤدي الى اني مكنش صادق في الامور المادية اصلا انا تربيت في بيت مطلح كده حاجة فدايما بحاول اثبت ذاتي بالجسد يعني ما نعمة 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 يا اخي مفيش حتمية اني استمر كما انا او اعمل نفس رد الفعل في حاجة جوه الانسان اسمها ادراك وهذا الادراك اول ما بتدركه روح القزيوم جاي فيه ولكن بس الابشنز بتاعتك اوشنز مش طبيعية الابشنز بتاعتك بتخش في الحتة المتوسطة ما بين شكة الدبوس ورد الفعل وهذا الادراك لما بيخش في الحتة دي بديك اوشنز بس اوشنز بالي انا معجزة ما اللي انا مجد حافتح معاكم حاضر السلطان بيكسر السلطان بتاع الرب بيكسر دايرة المقفولة بتاع السبب والنتيجة وبيفتح باب اسموا باب النعم كورونسوس الولى قريبا ادك ايه كورونسوس الاولى صاح سبعة هل أنتم جيدين؟ لكي تضرب قصة مثلاً الهوية زكر وأنسة تضرب قصة ليس فكرة تققت في دماغ الناس أو تققت في دماغ العالم القصة هي روح يخبط في الهوية بصورة عامة ويخبط حتى في زكر وأنسة فكل مواجهة مع الهوية هو سببها قصة روحية مع رئيس الهواء والأرض وتحت الأرض لكي تحتاج هذه السيادة التي تستعلن في حياتك قبل أن تغسل وشك لأن هذا الاسم أعطيه فيك كل اسم في السماء والأرض تحت الأرض فخبطة الهوية بتخبط في كل حاجة تخبط في الجندر، تخبط في السلطان، تخبط في معنى حياتك الهوية والمعنى مربوطين ببعض إدراكك للهوية وإدراكك للمعنى إدراكك أن المتجسد فيك، الإبن الساكن فيك ده بيعمل السلطان وهذا السلطان لكي تقف في السماء والأرض وتحت الأرض وتعلن هذا السلطان بيرجعك للوظيفة بتاعتك كورنسوس الأولى سبعة هديك آية غريبة جداً آية ما هو صاح سبعة صاح بلا علاقة بالزواج بلا علاقة بحاجات كثيرة هنا بتكلم على من يختار اللي يتزوج كورنسوس الأولى سبعة وآية سبعة وثلاثين أما من أقام راسخاً في قلبه بس حبة التعبيرات اللي بولس الرسول بيستخدمها وروح القوز بيستخدمها عن هذا الشخص اللي اختاره أنه ما يتجوزش من أقام شوف التعبير راسخاً في قلبه وليس له اضطرار ده مش عايش حتمية خالص مش مضطر ليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه أن يحفظ عذراءه يعني العذرية بتاعته فحسناً يفعل حسناً أنا أريد أن أظهر بس من الآية ليس مشغول بالتعبيرات واحد راسخ في قلبه مش مضطر يعمل حاجة بل له تعبير اللي جاي ده سلطان على إرادته صباح الخير جود مورنينج إنت لو جاي وما سمعتش ولا حاجة من الوحظة دي خدي وروح بيها أو صلي بيها في الاجتماع أنا أريد سلطان على إرادته كمثال أنا مش عايز شكة فأنط مش عايز حتمية حتماً لازم يحصل كذا كده يبقى لازم كده أنا مترابي في بيت كده يبقى لازم أطلع كده أنا حد عمل معي كده فلازم أحمل كده نو 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 في حاجة في حاجة في النص اسمها إرادتي وإرادتي حرة أنا مش تحت حتمية الروح القدس حررني من سيستم النتيجة القدرية السبببية أنا مش عايز السبب أصلاً عمرك قعدت مع حداً أنا بقعد مع ناس كثيرة أقول له كذا أصلاً سبب كذا أصلاً سبب كذا أقول له أنت لي عملت كده أصلك فلان عمل كده فأصلاً فلان عمل كده فأنا عملت كده ما ده سبب أنا عارف حضراتكم بتبصولي أنت بتقول إيه بس أنا لو قعدت أنا وحضرتك على جنب هتكتشف أن حياتك كلها سببية كل اللي أنت بتعمله ليه سبب كل اللي حضرتك بتعمله ليه سبب ده العالم يقول لك لو عملت حاجة من غير سبب تب إيه اللي تأتو زي باللد بتعمله للوقت يدحك كل اللي نحن بنعمله ليه سبب بل بالعكس بنرى لأن فيه سبب فأنا ليه حق بس على فكرة الكلب لما بياكل فيه سبب أنه بياكل عشان كده بعضنا ما بيصمش لأنه ما بيجوع فيه سبب أنه بياكل بس حضرتك عندك سلطان على إرادتك راسخا في قلبه ليس له أنت مش مضطر تأكل ليس له اضطرار شايفيني التعبيرات الجميلة أنا عارف الآية بتكلم عن موضوع تاني بس الآية بوم له سلطان على إرادته وقد عزم هذا في قلبه فليفعل هذا حسن بمعنى مرة تاني حضرتك كل اللي انت بتعمله ليه سبب بس حضرتك كإنسان عندك سلطان كابن للرب عندك سلطان مساحة مش إنه يبقى فيه سبب يؤدي إلى نتيجة في حاجة في النص في الروح القدس بيسكب عليها عشان يحط قدامك اختيارات فتعمل اختيارات مختلفة ملاهاش علاقة بالسبب لما بقعد أعداد كونسلينج طب ده حصل ليه أصل كذا طب انت بتعمل كده ليه أصل كذا ما فيش حاجة في حياتنا ما لهاش سبب لكن فيه حاجة هو ده السلطان السلطان بيأتي على السبب وبيغير النتيجة اللي جاء منها سبب فبيغير المشينا اللي شغال العمالة بتطلع نفس النتيجة نفس النتيجة أنا عرفت الرب لكن فيه حاجة هي هي زي ما هي ما بتتغيرش ها حضرتك فيه في حتة في حياتك ما زالت تحت سلطان الهواء والأرض وتحت الأرض ولسه ما وقفتش فيها وخدت حرية أو وقفت فيها وأدركت نروح القز بيخرجك بره السيستم بتاع السبببية تسنية تلاتين حطها قدامك بس عشان الوقت وعشان أنا ممكن أعد أتكلم كتير ومنظر الكلام يبقى معقد أو في تسنية تلاتين أنظر تسنية تلاتين خمستاشر أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير الموت والشر آية تسعتاشر أشهد عليكم اليوم آية تسعتاشر أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة طب ليه حطيت قدامي الموت عشان حضرتك مش حيوان حضرتك عندك إدراك وانك تختار عشان أديك الاختيار لأن الاختيار سلطان فانا قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة ولا عنا فاختار الحياة طب كتأسهل لو حطيت قدامي الحياة بس لو أسهل ما فيش اضطرار آه بس بس في واحد في كورنس قولة سبعة مش كأن في اضطرار ليس عن اضطرار بس هو عزم في قلبه وعنده سلطان على إرادته فحطيت قدامك اللعنة والبركة الموت والحياة بس أنا مديك القدرة أنك تختار رد فعلك تختار أنك ما تخافش تختار أنك تصدق تختار أنك توقف وتوقف الحرب على الأسوار تختار أنه عينيك تتفتح فعينيك تتفتح تطلع السلطان لأن الرؤية بتعطيك سلطان لو عينيك تفتحت على الأحداث هو الاقتصاد العالمي ده تقولي ده عم ده قصص بس متفرج عليها كده هيوصل لحظاتك ولا لا هيوصل لحظاتك فيعمل إيجواك ده اقتصاد العالمي عم حتميا فتعيش الكنيسة في حالة مصمصة الشفايف بإيمان بس الكنيسة مدعوة أنها تمصمص شفايفها بإيمان الكنيسة مدعوة أنها تقف في الدعوة لعلى حياتها تقولي يعني وقفت دي حتغير حاجة في الاقتصاد الدولي حتغير حاجة على مستوى شخصي حتوقفك في المكان بتاعك كملك في المكان بتاعك كملكة ده الهوية ما همش عايزة تطلع عن ملوك وعايزة تطلع عن ناس كلها منحنية مربوطة بنفس السلاسل ماشية في وسط الجموع مع باقي العبيد بيقولوا حاضر يا سيد والسيد ده بابل البديل ملوك يعني هم مفتحة مدركين أنه مليسوا عن اضطرار بس لهم سلطانة على إرادتهم إنه يوقفوا في مكان مختلف له صوت مختلف على النجاسة على التشوه في الهوية على السلب على أمور كتيرة بس هم بيختاروا الحياة وبينطقوها مواجهاتك الشبابية مواجهاتك اليومية مواجهاتك الاقتصادية أو في البيت أو في الخدمة هي مربوطة بالهواء وبالأرض وملقتش وقت حكي حكي لكم أكتر بعد كده إزاي الأرض لأن جزء التراب بتاعك بيؤثر على الصحة على الأجواء على الكوفيد على مش عارف إيه وكل شوية هتلقوا لك بحبة حاجات يطلعوها خلينا أسألك سؤال لأن بعضنا بيحب مسمس الشتاء الشفايف لا يوجد سلطان على ظروفي هي الظروف كده آه بس حضرتك عندك سلطان رد فعلك للظروفي بشكله ازاي عندك سلطان على فاكريني يوسف يوسف كان عنده سلطان على ظروفه لا ده يوسف اتاخد اتباع اتظلم بوت فتفار آه بس كان مليان سلطان فالقصة مش أصل ظروفي كده فانا لازم رد فعلي كده يوسف كان مليان سلطان كان مليان سلطان في السجن كان مليان سلطان في بيت فتفار كان مليان فقدر يبقى لي سلطان على أرض مصر كلها دانيال كان لي سلطان دانيال كان خصي في بابل اتاخد كعبد كشاب صيقة مع باقي الشبان خصيان لبابل بعد كده بابل مادي وفارس أشرس بس لو توقف الحديث ما بينهم وبين داريوس مثلا مادي وفارس شرس شريعته لا تنسخ كلمته لا ترجع لا تفهمش مين فيهم الملك ليه مين فيهم السلطان ظروف دانيال ليس تقول ان هو ليه السلطان بس الحقيقي السلطان جاء من جوه انت موجود في الأرض من أجل السلطان في السماء والأرض وتحت الأرض قدم تخلق عشان كده دي الهوية ما فيش سبب عشان كده انت المخلوق الوحيد اللي عنده هذا الوعي أو هذا الإدراك عشان تستخدم السلطان في الهواء بتاعك وفي الأرض بتاعتك وتحت الأرض عشان أختم أنا طولت عليك و أنا عارف بحسب الهوية صوتك وبحسب صوتك والهوية الأرض اللي أنت دخلها وأنا هختم بحبة جمل صغيرة بحسب الهوية صوتك لو أنت أدركت أنك موجود في الأرض عشان يسوع يبقى فيك أنت موجود عشان يسوع يبقى فيك مش عشان تطفعص مش عشان إبليس يسلب منك مش عشان تواجه أمراض وتواجه ظروف وتواجه تحديات في جوازك أنت موجود في الأرض عشان يسوع يسكن فيك ويستعلن هذا الاسم في الهواء والأرض وتحت الأرض هو ده سبب وجودك أنت موجود عشان تبقى على علاقة مع هذا السيد مش اللي من بعيد بيشاور لك يقول لك ها أنت عبد اشتغل عندي لا اللي جاء واتحت بيك علشان يطلع منك ومن حياتك كل معنى كل سلطان كل قيمة فتجري من بطنك أنهار تصنع جنان مش موجود في الأرض عشان تمر بمحكات لكن موجود في الأرض عشان تؤثر لأنه أنت مش موجود علشان تبقى تحت حتمية معينة لظروف أرضية لكن تؤثر فالهوية بتطلع سلطانك وهذا السلطان بيخلق مراسك بيطلع هو نوع الأرض اللي جاية إيه فلو أنا هويتي مشوهة سلطاني مشوه والأرض اللي أنا داخلها مشوهة معلش طول بالك علي برغم من الجمل المجعلزة النهار ده ناسف لو هويتي مشوهة لو الأولوية بتاعت خلقني على صورته عشان يبقى ليه سلطان لو الجملة دي مشوهة هويتي مشوهة سلطاني مشوه أرض اللي أنا داخلها 23 سنة 23 24 25 مشوهة لو هويتي وطحة ومنورة لأننا في زمن فارق لو هويتي وطحة ومنورة فيها إدراك لأن عناية شايفة عناية شايفة أن المواجهة مع رئيس هذا العالم اللي هو الهواء والأرض فعناية شايفة فسلطاني شغال هويتي مش مشوهة هويتي مزبوطة فسلطاني مشغال فمراسي بحسب هويتي وبحسب سلطاني ديني مثال أقول لك العبيد ما بيرسوش إلا أجرة الأبناء بيرسوا البيت بحسب الهوية مراسك بحسب الهوية سلطانك في البيت فالابن اللي مودك إنه ابن بيعيش بسلطان الابن فمراسه الابن الابن الأكبر برغم إنه ابن لكن هويته كانت مشوهة فما كانش عايش كابن أكبر قال له وتمدتنيش حتى خروف أفرح به مع أصحابي فدم يارس إلا بعد ما تاب الهوية المشوهة بتؤدي تشوه في سلطانك اليومي بتؤدي يتشوه في مراسك العدو عمال بيردم وهنا المواجهة أنا آسف بكمل حبة جمل العدو عمال بيردم وإنت مشواخد بالك ماشي في الاتوماتيك أنا دايما لنبروح من الأربع بأعمل كذا دايما يوم الخميس ويوم الجمعة فاضي عندي بس دايما بأعمل أو بقع في نفس الوقعات وبأعمل نفس الغلطات وبأعمل ردود نفس الفعل لأصلي في سبب ولأن في سبب فأنا بأعمل كده هو حضرتك إيه هو في لك سلطان على إرادتك ولو لديك سلطان على إرادتك في حاجة في النص ما بين السببب واللي أنت بتعمله كل مرة اسمع حرية مجد أولاد الله إسمها أن نروح قوز بيأتي في الحتة دي ومغير فيك أنا بفتح عينيك أن حضرتك عندك الإمكانية عندك الـ أنك بتعمل ش أنت بتعمله عندك الـ أن يومك يبقى شكل مختلف صوتك يبقى شكل مختلف زهنك يبقى شكل مختلف حضرتك عندك الـ أنك تفوق مع احترامي للجميع حك عندك الـ أنت لديك الـ تقول لي أنا عندي سبب السببية عندي سبب آه حبيب لكن الرب جاء بعد السبب لا يوجد سبب لا يستمر لكن الرب تضع شيء بين السبب وحياتك اسمها إدراك أنك تبقى وقفة وفي ملك فلك سلطان على إرادتك قد جعلت قدامك الموت والحياة فاختار أنا أريدك الحرية أنك تختار فاختار الموت مش عليك حق اختار الحياة نوارت الطبيعي فيه سبب يؤدي لموت سبب يؤدي لموت بس أنت نهارده قدامك الموت والحياة زي ما كان قدامك الـ قدامك الاختيار نهارده أنك توقف كمالك أو توقف كعبد أنك تعيش تحت ظروف بحتمية نتائج أو تعيش تحت تحت نعمة تؤثر ما بين اللي بيحصل وما بين حياتك وتوقف منور ليس عن اضطرار بلك سلطان على قرادتك اختار الحياة سفر تكوين تكوين 35 اللي أنت بتزرعه بالليل بتعيش في نهارك اللي أنت بتزرعه تعرفين اليوم في الكتاب مؤدس كان بيبتدي بالليل كان مساء وكان صباح يعني اليوم بيبتدي بالليل لو عينيك والليل ممكن يبتدي يحمل معنى أو بمعنى تأملي هو الليل هو المكان حتة الضلمة لما تبقى مش شايف قوي دين مش واضح قوي مطل خبط قوي لو عينيك شافت في الليل الرؤية الليلية بتتدي سلطان في نهارك أشكر هزيتي راسك هشرح حالك أكتر لو في الدنيا وهي متل خبط فقط الدنيا وهي فايقة ستبقى مالك فلو صحصحت في الليل نهارك سبزال فل لو صحصحت بالليل لو ابتديت يومك يبتدي بالليل وانت مستيقظ وانت مستيقظ على الليل الطبيعي لو تقيت يومك اللي هو بالليل مستيقظ فكان بالحر يكون نهارك تكوين 35 يعني ممكن نفتح في حيات كثير فمش عايز عام كده تكوين 35 رحلوا من بيت قيل آية 16 لما كان مسافة من الأرض بعد حتى تخافي هذا أيضا ابن لك كان عند خروج نفسها لأنها ماتت رحيل ماتت في هذا المكان أنها دعت اسمه ابن أوني ابن أوني يعني ابن الألم في سبب إن الوالد باسمه ابن أوني طبعا جاي من ألم وبتموت ففي كوز وإفكت كوزالتي في حتمية في حتمية وفي صوت لازم يخرج منك وفي صوت لازم يخرج بينك إن أنا لازم كذا سلبي ومش لازم أعمل كذا ومش لازم أستمر في كذا ومش لازم يبقى اسمي كذا ومش لازم بقى مراسي كذا أنا عندي لابشن أني أقف كملك وأقف الكذا دي أنا عندي لابشن أني أقف وسط التروس اللي شغالها اللي العالم كله باب الشغال ويدخلك في التروس تاعته عشان تخش في المشينة وتبقى من ضمن العبيد اللي في وسط الجموع مدروخين وعندك القدرة انك تقف كده عندك الابش انك تقف كسلطان ومبقاش اسمك ابن ألم لما سمي بين يمين بين يمين كل الوعود اللي على حياته ده اللي في حضن الرب اللي بينا من كبايه يبيد ده له سلطان ابن القوة ابن اليمين ده المحبوب اللي مليان قوة حكينا في راس السنة أنا فاكر عن هذا الشاهد وقلت لك يعقوب كان عنده القدرة انه يقف ويغير اسم الابن اللي جاي من الست اللي هو بيحبها رحيل كانت محبوبة بالنسباله كان عنده القدرة ان يغير من ابن قوني الى ابن البن يمين لانه قب لما لما بتعيش كعبد ما بتعرفش تغير اسمك لكن لما بتبقى واخد مكان سلطانك بتقدر تغير اسمك اللي خلى يعقوب يعرف ان تغيير الاسم له تأثير انه كان اسمه تغير من يعقوب الاسرائيل لان الاب غير اسمه في اسم لازم يتغير جواك من المعتاد اللي عايش حتمية عايش انا بيحصل عشان بعمل عشان ظروفي عشان شغلي عشان في حاجة مختلفة تانية بتوقف فيها بسلطان بتغير اسمك لان انت مش عايش حتمية الحياة انت عايش سلطان الحياة مش مخلوق عشان تبقى تحت هذه الحتمية انت مخلوق عشان يبليك سلطان في الهواء وفي الارض وتحت الارض في اسم انتصارك في البيت مهم جدا انك تبقى ملكة مهم جدا لمستقبلك انك تقف بسلطان على قرادتك مهم جدا وانه مش لازم يحصل الطبيعي لكن تقف بسلطان وتقولي اسم مختلف لان ما فيش سبب ان يبقى البن يمين اسمه ابن قوني لا فيه سبب امه ماتت هو بتولده نو 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 ما فيش سبب لان البن يمين مش عايز تحت سببية البن يمين تحت عايز سلطان قاب سامهاوي بغير اسمه من ابن قوني البن يمين أمين خلان صليم الله موسيقى